ده قبل ما روح بس الكاس العالم النهار ده حاخد من كلمة فخامة الرئيس لما يوسف سأله ممكن أكون محمد صلاح في يوم من الأيام وانتو النادي اللي خرج محمد صلاح معاك طبعا كابتن على عكاشة وكابتن مصطفى أورني وغيركو من النجوم الكبار وانتو منجم الدهب وانت ماسك الحتة دي في منجم الدهب يعني لد كنتو موجود عشان أنا رد يعني هو اللي يشوف تاريخ محمد صلاح في بدايته مش عايز أقول حضرتك شاءة يعني كان والده بيحكي لي كان محمد في الشتاء بييجي من القاهرة على طنطة ويركب ويطلع على السريع وييجي والده يقابله والدته ببطنية بعربية وبعربية والده كاتل الصلال ويطلع في أول طريق نجريد نجريد أو عشان هو كان بيجي يعني ما فيش مواصلات بعد كده نجريد بعد طنطة ياخد على السريع وينزل فكاتل الحاجة والحاجة يروحوا ويخدوه في البطنية بأجامة بلوء لأينه ويقوم الصبح كلام ده كان مواصل مسيح حوالي من 10-11 بالليل من الساعة 7 بيقوم يكرر نفس المشوارتين فتاريخ محمد صلاح في بدايته المسيح الناس بيشوفه في النهاية لا لا ده محمد وكاد يعني هو تعب قوي وربنا ده لأوي هو من صغره عنده حتى الإصرار العزيمة يعني أنا يمكن كابتن علاء وكابتن مصطفى عصره أكتر مني أنا يمكن عصرت محمد فترة الأخيرة دي ولكن أنا والده بارتباط بيه دايما بولايلة الكريمة آف وناس محترمين جدا جدا وبيحكولي بقى عن محمد وقصد كفاح بتاعته فيوسف النهاردة السؤال بتايعه مفيش مستحيل بالعكس ده يوسف يمكن متهيقل زروف أحسن من كابتن محمد بكتير فبيتوفيق إن شاء الله يا رب شايف كاس العلم إزاي؟ يعني كاس العلم الأول رقم واحد قطر شابو يعني فيش كلام تنظيم آه كتر شرفت العرب وشرفت الأمة العربية والأمة الأفريقية حاجة حاجة تبري يا دكتور يعني تفايل يعني حضرك كنت قدمت مقدمة إن فيه بنتي بتقول فيه أربع ماتشاط بيحضرها في إزابيل هي مش مش عشان البلد زغارة لا 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 دي دي ده تنظيم طبعا ده تنظيم جيد وحاجة فخر لدرجة أنا حضرك أبطال أوروبا هياخدوا كل التقنيات اللي حصلت في قطر سواء الفار أو كده أو الكورة الكورة فيها سينسور يعني كورة نالدو ما تحسابتلوش جون على فكرة بيد دلوقتي اتلغى الجون بتاع نالدو السينسور اللي في الجونة حدد روبا اللي بسوش خالص يعني لو فيه فار مش هيجيب بالشكل ده فالتقنية ما شاء الله حاجة وكيسة والنهار ده تعريبا على ما أعتقد هم قدموا طلب في أبطال أوروبا يعني إن شاء الله كل التقنية بتاعت القطر هتتنقل إن شاء الله لأبطال أوروبا حاجة فقد كبير من اللي ممكن يكون في المباراة النهاء إيه؟ فرزين وفرنسا فرزين وفرد تونس عملت ماتش كويسة تونس فرقة بتلعب بطريقة أوروبية جدا تونس قدت يعني مفهوم تاني خالص إن مفيش بقى أوروبا وأفريقيا وعرب وشمال أفريقيا ولا لا لا تونس حاجة جميلة جدا تونس بتلعب بنفس طريقة أوروبا وبعدين دكتور دوني الدورة دي إن مفهوم اختلفت تماما يعني إنت بتهاجم يعني المغرب ما شاء الله قطلب الله المغرب حاجة عالية جدا شيء يشرف تونس حاجة عالية جدا السعودية تونس حاجة عالية جدا